بدوره أكد وزير والخارجية سامح شكري أن رأي العام العالمي والمجتمع الدولي يرفضان اكتاح رفح الفلسطينية وخلال مشاركته في جلسة حوارية حول الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي العالمي برياض قال شكري أن الوضع في غزة مروع ولا يمكن السماح بالمزيد من الدمار والقتل ما يجب فعله هو أن نوضح بأن لدينا رغبة بإقامة الدولة الفلسطينية ووضع حل للقضية الفلسطينية وتنحية جانبا دوامة العلم التي استمرت على مدى سبعين عاما أن أتخذ خطوات وتدابير ملموسة هناك قدرة هناك آليات وهناك أدوات فاعلة يمكن أن نستخدمها لكي نفي بهذا الشرط ولكن هذا هو إعلان وليس تصير أو مسار ويجب أن يكون هناك التزام واضح لتطبيق ذلك والسياسات تأتي أقولها يجب علينا أن نضع حدا للوضع الراهن وهذا لن ينتهي إلا إذا ما كان هناك التزام من قبل أولئك القادرين لدينا جميعا دور يتعين أن نلعبه ونحن نعرف ثوابت هذا الدور وما لامحه وليجب أن نكون هناك عناصر خارجية تؤثر على ما نقوم به إذا ما كنا جادين بشأن وضع حل لقضية الفلسطينية ووصولنا إلى التكامل ووضع حد لدوامة العنف